وفق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور عقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبو ظبي برأسة معالي صقرغباش رئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات وحضور معالي حصة بنت عيس بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته ينبع من اهمية تنظيم جمع وتقديم التبرعات وحماية اموال المتبرعين وانشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية حيث تسري احكام هذا القانون على اي جهة ترغب بجمع او تقديم التبرعات في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة معالي صقرغباش رئيس المجلس اكد ان هذا القانون يأتي في اطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الامارات في مختلف مجالات العمل الانساني مضيفا ان هناك حرصا كبيرا لدى مناقشة مواد مشروع القانون على ان لا يستغل العمل الخيري في غير المجالات الموجه لها اليوم اعتقد انجاز كبير بعد مرور 12 سنة تم تمرير القانون واعتماده قانون جمع تبرعات اعتقد قانون مهم جدا ويمس بشريحة نسبة كبيرة من المجتمع القانون يمس الجانب الانساني والجانب الخيري بالاضافة الى الجانب الامني السجال والنقاش في القانون من كافة العضاء وكان مثمر الحمد لله ولكن في الاخر مر القانون بعد 12 سنة وهذا ما يثلج الصدر واصبحت الدولة الان لديها قانون لجمع تبرعات يضرب به المثل ونحن ركزنا في اللجنة الاجتماعية والموارد البشرية على ان هذا القانون يعمل نقلة نوعية في المؤشرات والتنافسية الدولية لان اضف فيه تقييم لكفاءة الجمعيات هذه ولمسؤول عن التبرعات تم هناك وضع مؤشر للسلامة المالية ومعايير للشفافية والافصاح وانا اعتقد ان هذا جانب كبير مهم يمس الرغبة في التبرع واصبح الجميع يرغب في التبرع ما يدل على ان دولة الاماراتية دولة الانسانية والعمل الخيري وحسب مشروع القانون فانه لا يجوز ايصال او تقديم او تحويل التبرعات لاي شخص او جهة خارج الدولة الا وفق الضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد هذا التشريع اول مشروع قانون يقره المجلس في هذا العام وذلك تنفيذا للخطة التشريعية التي من ابرز اهدافها مناقشة اكبر قدر من مشروعات القوانين لمواكبة رؤية الدولة والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات